جواباً للدكتور صحيح حقيقة يعني يا دكتور دكتورنا الفاضل والأخوة الزملاء والمشاهدين الكرام يعني الحقيقة من هذا أتينا إلى هذه القناة المباركة سلام عليكم وهي نبث رسالة لماذا يباع يا أخي العزيز أنا دائماً أسأل هذا السؤال عن التدخين لماذا لا يمنع لماذا لا تمنع الدولة الدخان لماذا لا يمنع مثلاً هذا لماذا لماذا يا أخي الكريم خلوه يصنع وخلوه يباع أنت لماذا تشريه اتركه طيب أنت ابدأ بنفسك ثقافك أنت الصحية إذا تركت أنت منت مجبر عليه خلوه برك الله فيك كساد وبالتالي تغسر هذه المصانع وبالتالي لماذا سيصنع لكن فيه استهلاك كبير وبالتالي سوف يصنع فالمسألة هي مسألة الثقافة الصحية توعية صحية توعية مجتمعية توعية شرائية أنت الآن لما تدخل السوبر ماركت وتبدأ تدخل أي مكان للمواد الغذائية فيها الأغذية الممتازة وفيها الأغذية المتوسطة وفيها الأغذية السيئة فأنت ماذا تريد أن تشتريه؟ في العالم كله نعم في أي مكان في أي مكان نحن دورنا هنا توعية توعية الأبوين من أجل هذا الأمر قبرنا يا أبو راشد توعية صحية شرائية دائما ولذلك أسأل أيضا في موضوع آخر يقولون طيب ليش المخدرات تحاربها الدولة لو جئنا الواقع فعلا صح؟ يا أخ العزيز المخدرات تقف فيها جميع الدول في هذا الجانب السلام المخدرات ضررها ليس على الفرد نفسه على المجتمع جرائم القتل جرائم الزنا جرائم 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 السرقات كلهم بسبب ليش المخدرات لكن ضرر التدخين وضرر هذه على الفرد نفسه على الأقل نقول في هذا الجانب فلماذا يعني مثل ما قال الدكتور الله يزخير يعني هذا التنبيه لماذا نترك كل شيء على الدولة وكل شيء ممنوع 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 لا قد يكون عندك ممنوع ولكن في دولة أخرى ثانية غير ممنوع صح فالآصل الآصل هي التوعية الصحية أي السليمة الصحيحة يا سلام طيب معي اتصال يا أستاذ